اهلا مع حضراتكم من جديد في أولى فقراتنا الحوارية وإحنا خلاص على أبواب دخول الشتاء حنتكلم عن أهمية لقاح الأنفلوانزا خلال الفترة الحالية وخصوصا مع بداية فصل الخريف وبداية انخفاض درجات الحرارة وده طبعا معروف أنه هو موسم الإصابة بالأنفلوانزا في ظل طبعا جائحة كورونا اللي لازالت موجودة فعلشان نعرف أهمية لقاح الأنفلوانزا وإعلقته بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا خلونا نرحب بضفنا دكتور مصطفى محمد وهو استشاري الأمراض الباطنة وخبير الأمصال واللقاحات أهلا مع حضرتك معنا أهلا مع حضرتك خليني بس في البداية مصطفى محمدي دكتور مصطفى المحمدي أهلا بك عايزين نتكلم عن بقى إيه هو لقاح الأنفلوانزا وإحنا دلوقتي كمان في ظرف مختلف فإحنا لسه في جائحة كورونا ولسه ما فيش لمصطفى لقاح ظهر لهذا الفيروس فاستعدتنا تكون شكلها إيه في الفترة دي؟ في البداية نقول إيه هو لقاح الأنفلوانزا هو لقاح فيروسي من النوع الميت بيستخدم للوقاية من الإصابة بسلالات من سلالات فيروس الأنفلوانزا بيزيد انتشارها في فصل الشتاء زي ما حضرتك أشارتي وبيزيد معدلات انتشارها وانتقالها وبتتصف بالحدة والشراسة في خلال موسم الشتاء فالعالم توصل للقاح للوقاية من هذه السلالات يتم تلقيه من قبل الأشخاص بحيث يحقق لهم حماية خلال موسم الشتاء ضد الإصابة بفيروس الأنفلوانزا طريقة بقى أخذ هذا اللقاح أو هي لقاح مش مصلة صح لقاح بالزبط طريقة أخذ هذا اللقاح بتكون في ناس طبعا احنا عارفين انه الطريقة الأضمن هو انك تتجه لفاكسير على طول وفي ناس يعني يمكن انا كنت واحدة منهم بنروح للصيدلية على طول وكان حتى معروفها بالفلوشات يقولك الفلوشات بالزبط دايما في شهر 9 من كل سنة نروح ناخدها في الصيدلية الأأمن ايه هل الاتنين واحد ولا شوف حدلك هو الأنفلوانزا كلقاح أو اللقاحات بصفة عامة مستحضرات بيولوجية شديدة الحساسية لعوامل كتير جدا منها درجة الحرارة بالمقام الأول منها دوق الشمس المباشر منها طريقة التداول الهندلنج نفسها طريقة الحقن نفسها ما كان الحقن من حاجات مؤثرة في كفاءة مفعول اللقاح فالمفروض ان انا اتوخى الحزر بدرجة كبيرة جدا على ان انا احصل على هذا اللقاح من مكان بيأخذ بكل المقاييس الدولية والمعايير الدولية في الحفظ في التداول في الاعطاء في ازداء النصيحة والارشاد الطبي فيما يتعلق بهذا اللقاح لان في مجموعات عمرية في فئات مرضية في ناس بتستدعى تاخد انها اللقاح في ناس ظروفة ما تسمحش ان احنا نديها اللقاح في الوقت الحالي او ان احنا نمتنع ان احنا نديها اللقاح فلازم انا مش مجرد ان انا احصل على المنتج او احصل على اللقاح لا انا احصل على المنتج بالشكل السليم وفي الظروف السليمة بالظبط يعني اه يعني التوجه لفاكسيرا خلين او كل المراكز الحكومية الرسمية احسن الاماكن التي تأخذ طبعا زي ما قلت الحضرك بالمقييس الدولية المتعارف عليها بانها تحفظ المنتج ده في الظروف المواتية ليه وتشوف حالتي تسمح او لا او سني يسمح او لا بالظبط هي الاستشارة الطبية من الشخص المتخصص اللي هيقول لحضرتك انت سنك مناسب مع ظروفك الصحية مناسبة الوقت ده مناسب ان انت تاخدي حضرك محتاجة اللقاح دوت ومحتاجة معاك حاجة تانية على اساس ان احنا يعني احنا بنقدم استشارة طبية او المفروض ان الطبيب اللي بتطلق منه اللقاح بيقدم استشارة طبية مش مجرد بيبيع منتج وبتنتهي العلاقة بين الاثنين في الطرف طيب احنا سمعنا انه لقاح الفلو يعني اللقاح الانفلونز السندي السعر حيالة المعلومة دي صح ولا غلط لا هو ما فيش سعر حيالة ولا حاجة هو كل ما هنالك ان المتوفر دلوقتي في الاسواق المصرية لقاح اسمه اللقاح الرباعي اللقاح الرباعي ده متسجل السندي بس وداخل السندي بس في مصر كل اللي قبل كده كان بيدخل كان السلاسي اللقاح الرباعي تم تسعيره من قبل ادارة التسعير بوزارة الصحة انه سعره 170 جنيه دي حاجة محدش لي دخل فيها اللقاح السلاسي وده هيدخل برضو هيدخل مصر برضو خلال الشهر القادم ان شاء الله على اكتر تقدير يعني واعتقد انه هو لم يتغير سعره اللي هو 65 جنيه لسه ما تغيرش سعره ولا حاجة يعني انا المفروض اخد لقاح رباعي ولقاح سلاسي لا اشكرك على النقطة دي جدا لا حضرت اخدت الرباعي مش محتاجة السلاسي حضرت انتظرت لما تاخدي السلاسي خلاص مفيش مشكلة ان انت ما اخدتش الرباعي يعني اوه يعني المستغلي الرباعي يستنى السلاسي بالزبط كده والسلاسي هيبقى متواجد وهيبقى اعتقدش انه طرق على سعره تغيير طب لو السلاسي بيغني عن الرباعي ايه فايدته الرباعي هو سلالة زيادة جوه اللقاح هو اللقاح المتعارف عليه اللي كنا بنشوفه في مصر هنا بيشمل على ثلاث سلالات المصر السلادي يعني لقيت ان من الافضل مثلا انها هتوفر اللقاح الرباعي اللي هو بيشمل على اربع سلالات اربع سلالات ده بيستحسبا لجائحة كورونا اللي حصلت؟ مالوش علاقة بجائحة كورونا خلينا نتكلم ان اللقاحات بتعمل بشكل متخصص بمعنى ان انا هاخد لقاح مضاد لفيروس الانفلوانزا الاجسام المضادة التي ستتولد عن الاستجابة المناعية لجهاز المناعة بتاعي هتكون تخص فيروس الانفلوانزا ولا تخص فيروس غيره او مسبب مرض غيره او مرض بشكل خاص يعني طيب ايوة انا بس كنت عايزة عشان الناس يعني خلينا نقول برضو حضرتك النصيح نصيحتك ايه للناس ياخد رباعي ولا سلاسي وخصوصا ان احنا دخلين على سيزن او رادي في كورونا تمام في حاجة جديدة جدت على المشهد خلينا نتفق على مبدأ ان المفروض نحرس على ان احنا نتلقى لقاح الانفلوانزا ونحط نقطة حضرتك بقى متاح ان انت تاخد الرباعي اوكي ما فيش مشكلة هتاخد السلاسي ما فيش اي مشكلة الاتنين هيقدوا كفائتهم وهيقدوا مفعولهم بكفاءة عالية جدا وهنحقق الغرض اللي احنا بننصح الناس من اجل انها تتلقى لقاح لتحقيق الحماية ضد فيروس الانفلوانزا ليه احنا مهتمين السنة دي او ليه كل المجتمعات عالميا مهتمين بلقاح الانفلوانزا السنة دي زي ما حدوك اشارتي كده على اساس انه بيواكب وجود وباء عالمي بيتفش على مستوى العالم فمش عايزين تبقى الامور بتمثل عبء صحي على الشخص وعبء صحي على الانظمة الصحية في كل الدول حدوك انا داخل الشتاء وفي دلوقتي نوعين من الفيروسات بتهدد جهازي التنفسي بشكل مباشر مرض الانفلوانزا او مرض الكورونا المستجد او الكوفيد ناينتين طيب الحمد لله انا عندي لقاح يقيني ويحقق لي حماية ضد الاصابة بالانفلوانزا اذا اأمن نفسي من هذا الجانب وادعو ربنا اني حقق لي برضو ان انا يبقى في ايدي سلاح اقاوم به الكوفيد ناينتين او الكورونا المستجد حتى الان مفيش لقاح للكورونا المستجد ولكن لدينا برضو السلاح اللي نقدر نقاوم به الا وهو استخدام الاجراءات الوقائية والالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية اللي بتوصي بيها كل الجهات من استخدام المسكات او الكمامات من تطيير الايدي بشكل مستمر الحرص والمدومة على ان احنا نتباعد مجتمعيا ونتباعد جسديا ونبتعد عن الاماكن الغير جيدة التهوية المزدحمة بشكل مبالغ فيه التقارب من بعضنا في اماكن المغلقة ده يزيد فرصة انتقال الفيروس ويهدد صحاتنا فاحنا الاهمية اللي بيكتسبها لقاح الانفلونزا النهاردة ليس لانه له دور في مقاومة الكورونا ولكن عشان اجنب نفسي عب الاصابة بفيروس الانفلونزا وانا معرض في نفس الوقت للاصابة بالكوفيد ناينتين وخصوصا ان الاعراض بتاعت الانفلونزا قد تتداخل مع الاعراض بتاعت الكوفيد ناينتين وقد يتسبب في ارباك الموقف من ناحية الصحية تأخيري في التشخيص تأخيري في الخضوع للرعاية الطبية وتبقى مشكلة انا كنت فيه ممكن ابقى بعيدا عنها بان انا اتلقى اللقاح في بداية الموسم او قبل دخولي فيه طيب احنا يعني حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا انه ممكن يحصل تداخل فيه الاعراض ايه الاعراض اللي مشتركة ما بين الانفلونزا اللي احنا متعودين عليها الدرجة العادية وما بين اعراض بفيروس الاعراض كلها تلاقيها تقريبا مشتركة من ارتفاع الحرارة من الام في الحل من شعور بتكسير في العظام وجود ناوات من السعال كل الاعراض دي هتلاقيه لو في الانفلونزا هنقولها لو في الكورونا هنقولها فانا في موسم الشتاة لما احس بهذه الاعراض لو انا مش متطعم الانفلونزا ومشواخد اللقاح بتاعها قبل الموسم بتاعها اعتقد ان الامور هو انا في الانفلونزا ولا كورونا اعتقد النقطتين الفريقاتين التزوق والشم صح ان انت بتفقد الحسطين في أغلب الأحيان هناك هو بصي حالك هو مش مطلوب من المواطن العادي أنه هو يشخص نفسه أنه هي دي إصابة أمفلوانزا أو كورونا إحنا هو المطلوب منه أنه يسعى ويلتزم بالإجراءات التي تقال عليها إحنا من دلوقتي بنطالب أن الناس أو بنناشد الناس أنها تحرص بقدر الإمكان على أنها تتلقى لقاح الأمفلوانزا بنطالب الناس في نفس الوقت باللتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمقاومة انتشار أو انتقال فيروس الكوفيد 19 أو الكورونا المستجد إذا لقدر الله ظهرت أي أعراض طبعا بيعرض نفسه على طبيب متخصص بحيث أنه يقدر يوجهه أو يرشده للطريق السليم اللي هو يسلكه في سبيل رعايته الصحية وقضاء على هذه الأعراض بنسبة كام في المية التزامي بالإجراءات الاحترازية ممكن يقينة من الإصابة بفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية عشان نؤكد عليها مرة أخرى تطهير الأيدي بشكل مستمر التباعد الاجتماعي والماسك اللبس الكمال شو بحديك هي الوسائل الوحيدة في إيدينا دلوقتي للوقاية من الكورونا هي الوسائل المتاحة دلوقتي اللي هو الماسك وتطهير الأيدي والتباعد المجتمعي إذا كنا حققنا أرقام معينة سواء بننظر لها أنها كثيرة أو قليلة فهذا يعود لحاجتين بالدرجة الأولى كفاءة جهاز المناعة لدى الشخص التزامه بالإجراءات الوقائية المنصوصة عليها أو المنادة بها CDC أو مركز مكافحة الأمراض المعدية في أمريكا نشر تقرير قريب جداً اطلعت عليه تقريباً مش من أكتر من ثلاثة أيام بيقول أن الماسك أو الكمامة اللي احنا بنستخدمها واللي كثير مننا بيستهونوا بيها دلوقتي تعادل في الوقت الحالي مفعول اللقاح لأن هي المنوط بيها تحقيق الحماية المباشرة والوقاية المباشرة لمستخدمها ضد الإصابة بفيروس الأنفلوانزة لحيء بفيروس الكورونا المستجد عفواً وفي نفس الوقت ممكن تحقق لي وقاية ضد الإصابة بالأنفلوانزة لأنه هو احنا برضو بنتعامل حطين حاجز مادي ما بيني ما بين حضرتك فإذا خرج من حضرتك أو خرج مني الرزاز بيحمل فيروس الأنفلوانزة أو بيحمل فيروس الكورونا في حال حضرتك استخدامك للماسك فأنت بالحقاقي درجة من الحماية طبعاً لو فيه لقاح بتبقى العملية أكثر نجاعة أكثر كفاءة أكثر ضماناً إن أنا لدي الأجسام المضادة إذا ما تسلل مسبب المرض الفيروسي أو البكتيري أياً كان فالجسم مستعد ليه ومجهز له الجيش اللي هيبدأ يقومه ويحقق الوقاية في هذه الحالة أنا مش قصدي طبعاً نعتص في وش حد بس لو أنا عطست في الكمامة القماش بتاعتي والرزاز لزق فيها بتالي هتنفسه تاني ولا أعمل ليه في نفسي ماء الكمامة لا هو المفروض هو فيه طبعاً ما هو متعرف عليه هو ايتكيت العطس والكحة أو ايتكيت التنفس يعني إن أنا لما بكحة أو بعطس بستخدم المنادير الورقية عشان أتخلص منها فور الانتهاء من هذا الإجراء بس ماك يكون ملحقتش أعمل ده يعني لو ملحقتش ما هو يعني هو لا يمثل عبق على حضرتك لأن لو لا قدر الله حضرتك عندك الفيروس فهو عندك قردي يعني مش هتبقى مشكلة إن حضرتك هتاخدي من نفس الكمامة تاني هو المشكلة بتاني بس أنا ما شاء الله بأكده يعني بأكده لو خليك قاعد في الكمامة عشان حشمك تاني يعني لو العطسة دي كانت بتطلع رزاز الفيروس بر عني أنا رجعته تاني طيب خلينا أشير لنقطة بس مهمة أن ارتداء الماسك من قبل حضرتك بيستهدف بالدرجة الأولى حمايتي آه طبعا ده أساسي وفي نفس الوقت ارتدائي للماسك بيمثل بالدرجة الأولى حماية لحضرتك يعني استخدام الماسك بيمثل بالدرجة الأولى حماية للغير ليس للشخص نفسه بالدرجة الأولى هو بيحقق حماية للشخص نفسه مستخدم الكمامة أو الماسك ولكن بالأساس هو حماية الطرف الآخر معنى كده أن أنا لو كحيت أو عطستم أنا بتكلم طول الوقت وأنا مسك الماسك وممكن صوت يعلى أو ممكن أكحة أو كذا بس أنا عامل كونتينمنت أو احتواء لما يخرج من فمي من رزاز بما يحمله من فيروسات أو بكتيري أو أي مكان يعني لو عطست في الكمامة القمش بتاعتي أو الطبية لا تمثل خطر على حضرتك بشكل أساسي ولكن الخطر بيكون على الطرف الآخر في مدى نفذية هذه الكمامة أو هذا الماسك وإن خروج الرزاز ده ومدى بعد الشخص المقابل لك عن حضرتك ولذلك بنقول التباعد الجسدي أو التباعد المجتمعي عشان لو حصل الكحة أو العطس أو حتى الكلام العادي دي بقى فيه فرصة أنه ما ينتقلش الرزاز بين الأشخاص احنا بنتكلم طبعا في حالة أنه الموصلات العامة أنت اضطريت أنك تبقى مثلا راكب جنب حد يعني هي دايما الأماكن العامة وفجأة عطست في قلب الكمامة عشان كده بالنادي من ضمن الإجراءات اللي بنعملها اللي تسمى إتكيت العطس أو الكحة اللي هو إما بنكح في المنادي الورقية ونتخلص منها فورا أو بنلجأ للكحة في منطقة الكوع بحيث وأنا كل هدفين أنا أعمل احتواء لما يخرج من فمي مع عملية الكحة أو السعاد من انتقاله لغيره ده لو لحقت أن أنت تشيل الكمامة وتكحف في منديل والله إذا أتيح ده ده جيد جدا ولكن إذا حتى كحيت جوه الكمامة فهي هتقدي نفس الغرض اللي هو عملية احتواء للرزاز أو الإفرازات التنفسية اللي هتخرج مني أثناء نوبة الكحة أو العطس خلينا بس نشير إلى نقطة مهمة عشان ما ننساهاش فيما يخص لقاح الأنفلونزة إن لقاح الأنفلونزة متاح الوقت الحالي اللي هو النباعي بيعطى بداية من عمر ثلاث سنوات ليس أقل من هذا السن لسن كان بقى بدون حد أقصى للسن بقى متاح أنه يتاخذ للأطفال متاح أنه يتاخذ للكبار على حد سواء حتى مع الأمراض المزمنة يعني اللي عنده ضغط سكر قلب الناس دي من الفئات الهاي ريسكي اللي هم ينصح لهم الأولوية في الحصول على لقاح الأنفلونزة مرضى السكر مرضى القلب مرضى الكلا مرضى الكبد لأن الناس دي أصحاب الأمراض المزمنة اللي بتأثر أمراضهم المزمنة على كفاءة جهاز المناعة ده بالعكس ده دول الأكثر الحاحة بالضبط ما ده اللي أنا بقول لحداتك عليه دي من الفئات المستهدفة بالدرجة الأولى بأنها تتلقى اللقاح أكمل الجزئية اللي كنت أشارت لها أنه إن شاء الله لما يتوفر للقاح الأنفلونزة الثلاثي ده بيعطى بداية من سن ست شهور يبقى أنا عندي لقاح يبتدي من عندي ست شهور برضو بدون حد أقصى للسن أي سن ينفع ياخده اللي أنا يهمني الحد الأدنى للسن اللي هو ست شهور مع السلاثي وعندي ثلاث سنين مع اللقاح الرباعي الاتنين ينفعه للأطفال وينفعه للكبار بس مع اختلاف الحد الأدنى للسن اللي أبتدي فيه اللقاح طيب اللقاح الكورونا عشان بقى الناس كده عالمياً ابتدت تتلغبط أما طلع الرئيس فلاديمير بوتين وقال إحنا توصلنا وصوروا بنته وهي تاخد اللقاح وحطى المسك على وشها الناس قالت خلاص كده فيه انفراجة وحننتهي من كورونا وفجأة هست كده الدنيا هيديت خالص فإيه آخر وصلنا لفين عالمياً في موضوع شو حدريك عالمياً تقريباً 170 بحث بيعمل فيه مجال انتاج لقاح للكوفيد-19 لسه في مستوى العالم بالزبط بس مع اختلافات المرحلة اللي هو فيها عندنا الـ 170 قلنا انهم شغالين على لقاح الكوفيد-19 تسعة منهم دخلوا مراحل متقدمة هو ده اللي خلى الرئيس ستة منهم دخلوا مراحل متقدمة جداً اللي هي المرحلة السريرية الثالثة اللي هي معنية بالتأكيد على فاعلية وامان اللقاح على نطاق واسع من البشر واللي بيستتبعها على طول إجراءات الموافقات والترخيص والإنتاج هي دي اللي ورسلت لها روسي عشان كده هو طلع الرئيس الروسي يصارف على ما أتذكر وبناء على ما أريت وأنا بشكل شخصي أن كانوا انتهوا من المرحلة الأولى السريرية الأولى والمرحلة السريرية الثانية ولما هيدخلوا المرحلة الثالثة قالوا أن احنا نتراحوا في السوق بحيث أن تبقى العملية مشتركة ما بين الطرح والاستخدام والدراسة السريرية أو المرحلة السريرية الثالثة غير النصائح اللي احنا عارفينها خلاص أو عارفناها وبنذكر نسبها دايماً في الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا هل في أي نصائح أخيراً في حوارنا حضرتك تحب توجيهها للناس اللي ياخدوا بالهم من كورونا ومن الأنفلونزا في فاصل الشتاء؟ بصفة عامة في الشتاء جاي ما قلنا كده طبعاً التهوية الجيدة للأماكن اللي يكون متواجدين فيها بيبقى شيء جيد وشيء يعني رائع ومطلوب ما نلجأش لأن احنا لازم نقفل آه طبعاً مع البرودة ومع الكلام داكولين يعني لو أنا هقعد فيه طول النهار يعني كل ساعتين تلايثاً مفروض أن أنا أجدد الهواء اللي فيه لأنه لو الهواء ده هيفضل موجود وإحنا بنكوحه وبنتكلمه أو برضو على حسب كسافة الغرفة أو المكان المغلق اللي أنا موجود فيه هو طبعاً التهوية الجيدة ده شيء يعني محبوب وشيء محمود وشيء مطالب به وشيء ينصح به على مستوى كبير جداً الحرص على تناول كمية كبيرة من السوائل وخصوصاً السوائل الدافئة في فصل الشتاء طبعاً فيتامين سي ومجموعة الفيتامين زي ديت بتليها دور على الصحة العامة وعلى جهاز المناعة بشكل خاص البعد عن الأماكن المزدحمة البعد عن الأماكن المغلقة النوم الجيد النوم الجيد اللي بتتصف بالكم الكافي من النوم ادي جسمك فرصة أن ياخد ساعات النوم بتاعته الوقت النوم المناسب برضو أن أنا أختار وقت نوم يبقى في ساعات الليل يعني ما بقاش ألجأ لأن أنام بالنهار مثلاً حتى لو 6 أو 8 ساعات الـ 6 أو 8 ساعات دول لو في ساعات الليل هيفرقوا كتير جداً على الحالة الصحية العامة للجسم وحالة الجهاز المناعي بشكل خاص ونتكلم برضو على التغذية المتوازنة التغذية المتوازنة اللي هي بتاعني أن أنا يبقى عندي توازن في تناول العناصر الغذائية ما بين نشويات ما بين بروتين ما بين دهون ما بين عدم الإكثار وعدم الإفراط وعدم الامتناء عن أصناف معينة ما بنقولش لازم نزود من كذا عشان ده يحقق لي كذا أو لازم أمتنع عن كذا هو ممكن الحاجات اللي نقول نمتنع عنها أو نقلل منها بقدر كبير جداً اللي هي الحاجات السكرية بدرجة كبيرة أو الحاجات اللي بتحتوي على الملح أو ملح الطعام بشكل مباشر بدرجة كبيرة جداً لتأثيراتها السلبية على الصحة وعلى جهاز المناعة في نفس الوقت تغذية المتوازنة الراحة السوائل الكتيرة التزام بالإجراءات اللي قلنا عليها هتحقق بدرجة كبيرة جداً وقاية وحماية سواء من فيروس الأنفلوانزة خلال فصل الشتاء أو الكوفيد-19 في أي فترة البطنة وخبير الأمصال واللقاحات صباحك صباح الورد صباح الورد يا خلال شاهدينا فصل ونرجع بفقرتنا التانية خليكم معنا